اشتركوا في القناة وما كان براونينغ من القيام برحلة طيران بمحرك على جسمه بسرعة 51 كم في الساعة من اخبار التفنولوجيا نطالع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية ابل تستعد لاطلاق ايباد جديد بمزايا تشبه ايفون اكس العام المقبل تعمل شركة ابل على اعادة تصميم جهاز الايباد الخاص بها المقرر اطلاقه رسميا في وقت مبكر من عام 2018 ويتضمن الايباد الجديد بعض ميزات ايفون اكس الرئيسية مثل الحواف الاقل حجما وخاصية التعرف على الوجوه الى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين التي اخترنا منها لكم المغرب يطلق اول قمر صناعي للمراقبة اطلق المغرب اول قمر صناعي للمراقبة انطلاقا من قاعدة كورو التابع لمنطقة جويانا الفرنسية بهدف تعزيز قدرات المملكة الابنية والاستخباراتية واطلق على القمر الصناعي اسم محمد السادس وسوف يتم دعمه بقمر اخر في عام 2018 صحيفة الغد الاردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم دراسة الجروح تلتأم اسرع خلال النهار ذكر علماء ان ساعة البيولوجية تجعل الجروح والحروق التي يصاب بها الانسان خلال النهار تلتأم وتشفى بوتيرة اسرع من نحو 60% مقارنتا بتلك التي يصاب بها خلال الليلة ومن شأن هذه النتائج ان تؤثر على الجراحات والادوية بحسب ما قال الباحثون ختاما مشاهدين من صحيفة البيان الاماراتية وايضا في الصحة نقرأ عقار يغني عن الحمية الغذائية طور باحثون بريطانيون عقارا جديدا لفقدان الوزن يضاعي في فعاليته حمية اتكنز الغذائية التي تشعر بالشبع من خلال ارتكازها على البروتينات والدهون ويحمل العقار الجديد اسم فينا لانينين ويمتاز بان ليس له اي اضرار جانبية بحسب ما قاله الباحثون